رمالله السيد جهاد حربة الكاتب والباحث السياسي أهل بك معنا سيد جهاد في اليوم العشرين من هذه الحرب على غزة أعتقد أنه يحق لنا أن نتساءل بشفافية ووضوح عن تماسك الجبهة الداخلية في غزة معلوم أن إسرائيل والاحتلال يسعى إلى تأليب الناس على من هم في غزة هذا أمر معلوم كيف تنظر إلى فكة الاستفاف إلى الوحدة إلى التماسك ضد هذا العدوان يعني حتى الآن لم يصل الاحتلال الإسرائيلي لمبتغاء وهو الفصل ما بين المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحديدا أي الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية لم نسمع أو لم نرى عبر شاشات التلفزة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي أي من الفيديوهات أو التعليقات من المواطنين الفلسطينيين خاصة أن وسائل الإعلام تبث مباشرة من أبواب المستشفيات أي عند الأتقاص الذي أكثر معاناة من المواطنين إما أن لهم شهداء أو أبناءهم مصابين وبناتهم طبعا مصابين وهم يعانون أكثر من غيرهم إذا أجاز التعبير وبيوتهم هدمت لكن لن نسمع من هؤلاء الناس أي تأليب لحركة حماس أو إدانتها أو لقوى المقاومة إنما جام غضبها على الاحتلال الإسرائيلي وهو بالفعل من يكون بهذه الجرائم هو الاحتلال الإسرائيلي من يحطم أحلام الأطفال الفلسطينيين هو الاحتلال الإسرائيلي من دمر ذكرياتهم ومنازلهم وألعابهم وكتبهم هو الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى أنهم فقدوا أسرهم وأصدقائهم وزملائهم كل ذلك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي عبر عدوانه الغاشم على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة عبر تدميره للمنازل والمدارس كما ذكرتم قبل قليل هذا عمل هائل إجرام كلي ضد بقعة جغرافية صغيرة وضد شعب الأعزل يريد ويروم الحرية والاستقلال وإزالة الاحتلال والحصار عن أرضه طيب سيد جهاد يبدو أننا اليوم كذلك في اليوم العشرين نلحظ تحركا على المستوى السياسي لا أدري إذا كان جديدا أم فقد بات معلنا روسيا تتحدث عن أن وفد من حماس يزور حاليا روسيا كذلك هناك من يتحدث عن زيارات لقيادات من حماس إلى المنطقة لدول في المنطقة يعني كيف تؤشر هذه التحركات يعني بكل تأكيد هذه تحركات مهمة وأيضا هناك أحداث أخرى على سبيل المثال اتصال رئيس المكتب السياسي بوزير المخابرات المصري أيضا وهو على أهمية بمكان لمكانة مصر ودورها المركزي سواء بوقف اطلاق النار أو بالاتفاقيات التي أبرمت في الفترات السابقة والعلاقة الجيدة مع الأطراف المختلفة الأمريكية والإسرائيلية وحركة حماس والسلطة الفلسطينية وغيرها من الأطراف نهيك عن عقادة الجماعية العامة تحت بند الاتحاد من أجل السلام شاهدنا خطابات متعددة لوزراء خارجية ومندوبين في الأمم المتحدة ومندوبين دول في الأمم المتحدة ذات أهمية بالغة نهيك عن اجتماع بروكسل اليوم للاتحاد الأوروبي والحديث حول هدنة إنسانية وقف اطلاق النار من أجل الهدنة الإنسانية وبالتالي وإيصال المساعدات إلى الشعر الفلسطيني هناك تحركات متعددة لكن حتى الآن الإدارة الأمريكية تمنح إسرائيل ضوءاً أخضر بقتل الفلسطيني من خلال منحها المساعدات العاشية لا أسمح لي سيد جهاد هنا ما هو نوع التنسيق ما هو نوع التحرك السياسي ما هو نوع الطرح السياسي الذي منه ممكن أن يكون يتم مع حماس عدة مسائل منها ما يتعلق بوقف اطلاق النار ومنها ما يتعلق بتبادل الأسرة وهناك حديث عن تبادل الأسرة متعدد أو على مراحل بإطلاق المدنيين أو جزء من المدنيين المعتقلين الجزء المدنيين الإسرائيليين المعتقلين لدى حركة حماس والقوى المقاومة في قطاع غزة ومقابل أسرة فلسطينيين ربما النساء والأطفال المحجوزين أو الأسرة الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ربما أيضا إدخال الوقود لقطاع غزة خاصة أنها حرمت من هذا الوقود والضروري لتشغيل مولدات الكهرباء والمستشفيات وغيرها في قطاع غزة هذا على المستوى المباشر في اللحظة الحالية وما يتم ذكره من حديث من الإدارة الأمريكية حول وجود وساطة قطرية لتبادل الأسرة أو جهود قطرية بالإضافة إلى الجهود المصرية الدائمة سواء بمحاولات وقف اطلاق النار على المستوى السياسي ولعبها ضرب بذلك أو إدخال المساعدات الإنسانية والمطالبة بممرات آمنة وملاذات آمنة للمواطنين الفلسطينيين محمية اللي يتم قصفها كما يجري خصف المدارس والمستشفيات مثل مستشفى الأهل المعمداني وغيره من المستشفيات التي تعرضت للقصف سواء مباشرة أو على زينها في الماكن القريبة منها إذا ما كان الأمر هكذا إذا ما كان كل الطرح الموجود الآن وكل المقاربات مع قادة لحماس هي مقاربات التهدئة هنا لماذا أعلن الروس عن أنهم يلتقون حاليا قادة من حماس لذات الموقف روسيا لديها موقف مهم في مجلس الأمن أنظر تصدت إلى قرار الذي كانت الإدارة الأمريكية تريد تمريره دون وقف إطلاق نار فيما التحاد الروسي قدم قرارا من أجل الضمانات لوقف إطلاق نار وكذلك لبلدات آمنة ومرات آمنة وإدخال المساعدات ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية وستخدمت حق البنط في مجلس الأمن روسيا لاعب دولي مهم على المستوى الدولي والتالي تكامل الجهود العربية والروسية منظر قبل قليل صدر بيام من قمة السلام وزراء خارجية مثل الأردن ومصر والبحرين نعم إثر قمة السلام جميعها جهود يمكن الحديث عنها بأنها تؤدي إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها اللاعب الرئيسي المساند لإسرائيل لوقف عدوانها لتخفيف الآلام عن الشعب الفلسطيني وأيضا بعض القضايا الحيوية التي يمكن أن تهدئ من العدوان الإسرائيلي هو ما يتعلق بتبادل للأسرة أو الإفراج عن عدد من الأسرة الإسرائيليين أو المعتقلين الإسرائيليين لدى حماس خاصة منهم المدنيين من أجل الحديث أو فتح حديث جديه لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع نعم اسمح ليس يا جهاد ربما الآن وصلنا إلى السؤال المزعج السؤال السيء السؤال الذي يردده كثيرون وهم يتابعون ما يدور في غزة بعيدا عن المسميات والوصف يعني باختصار هذه ليست حرب ليست أول حرب على غزة باختصار نتمنى أن تكون الأخيرة لكن لها ليست أول حرب طيب الآن لو انتهت هذه الحرب بشهدائها الأكثر من سبعة آلاف بمجروحيها الذين يقترب عددهم من عشرين ألف بكلام عن نقل أهل غزة إلى سيناء بوصول جيرال فورد حملة الطائرات لو انتهت هذا المشهد الآن بتهدئة هشة كيف سيكون القادم أفضل أم أسوأ أولا بعد انتهاء هذه الحرب أو العدوان الإسرائيلية سنكتشف مدى الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي وهذا يتطلب تفكيرا فلسطينيا جديا باستعادة الوحدة الفلسطينية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني باستعادة الحياة في قطاع عزم نحن نحتاج إلى استعادة الحياة بمعنى إعادة ترتيب أوراقنا الداخلية أوجاد سبل لحياة كريمة للمواطنين لأهالي الشهداء لأبناء الشهداء للأسرة وتمكينهم من إمكانية الحياة إعادة ترميم المستشفيات لتبقى مكانا آمنا يلجأ إليه المرضى الفلسطينيين يتلقون العلاج نحتاج إلى بمعنى البسيط هو الحياة من جديد للفلسطينيين في قطاع عزم وهذا يتطلب تنازل الأطراف الفلسطينية لبعضها البعض بإنشاء وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد ترتيب أوراق الفلسطينيين لأن بعد هذه المعركة سيكون هناك تطورات سياسية مختلفة نحتاج أن نكون على الطاولة يحتاج الفلسطينيين أن يكونوا على طاولة أي حل سياسي قادم هذه المعركة التي فيها الشهداء أعداد من الشهداء كثر معاناة كبيرة سنجدها ما بعد هذه المعركة اليوم الفلسطينيون تحت القصف لا يعلمون ما جرى مع أصدقائهم مع أقاربهم مع أحبائهم مع أحبائهم في مناطق أخرى في أقل من دقيقة سيلتقون بعدها ويعلمون حجم الألم في أقل من دقيقة إذا ما انتهت هذه المأسايا الإنسانية حاليا بتهدئة ما القادم سيكون نجة نظرك أفضل أم أسوأ نأمل أن يكون أفضل وتجاوز الآلام التي عاشها شعبنا في قطاع غزة نأمل أن يكون هناك عقل لدى الفصائل الفلسطينية والقادة الفلسطينيين بالاقتراب لبعضهم البعض والتنازل من أجل الشعب الفلسطيني من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني من أجل حياة كريمة للمواطنين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة الذين حملوا الأعباء تلو الأعباء والألم تلو الألم والجراح تلو الجراح حتى نكون عند حصن ظني أطفالنا مثل مريم يجب أن نكون أمناء إليهم أشكرك سيد جهاد حربة الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من رمالله فشكرا لك